دكتور عاملي برجوني بونجور يا حبيب ان شاء الله النهاردة باللصان بتاع بتاع القاهرة وان شاء الله اطلقوه اه اسهل من اسكندرية بقى عشان انتم تعودتوا خلاص. وبرضو لو في حاجة نختصرها نختصرها. آآ علشان نخص من السياحة والضيافة. طبعا بالنسبة للطلبة بتوع آآ الارشاد احنا كل المعلومات مطالبين بيها. لو اختصرت هيبقى الاختصار ده للسكسين بتاع الوتيل ري والتوريز. آآ ان شاء الله النهاردة هنبص على اللصان بتاع القاهرة في الكتاب في صفحة آآ اللي هي مية تلاتة وستة مية تلاتة وستين يا حبيب مية تلاتة وستين يا حبيب مية تلاتة وستين واحد ستة تلاتة تلاتة هنطلع الباور بوينت بتاعنا بس. اهو هناخد النهاردة كار وهنقول انها موجودة في باج سان سان تروا اهو صفحة مية تلاتة وستين الصورة واضحة بالنسبة لكم يا ولادو اكبر تاني الخط اعمل على ستين المفروض طيب الحمد لله طيب اللصان بتاع القاهرة النهاردة آآ هنحاول برضو كلنا يعني ناخد المعلومات المفيدة قوي اللي فيه هنبص كده ايه اللي موجود عندنا علشان نقدر نترجم ونقدر نشتغل مع بعض لو قلنا مثلا لغاية هنا هناخده معنا اهو بيقول لي انه القاهرة اقدر اسميها حكتين هنشيل مصر دي هنا هنخليها بس القاهرة وهقول لكم ليه كاتب لي مصر دي آآ هو بيقول ان اللي جاي القاهرة بيقول انا رايح مصر بيعتبروا انه القاهرة هي آآ لما بتكلم عن مصر يبقى بتكلم عن القاهرة حتى دي معروفة بالنسبة لنا اللي اللي هما بيكونوا جايين من المحافظات آآ لسه كنت بقول لكم آآ دايما يقولوا احنا مسافرين مصر برضو معروف للأجانب في زيتيل في زيتيل لجيبت اه في زيتيل جيبت دايما الناس اللي بتيجي مصر بيبقوا بيقولوا احنا بنزور القاهرة القاهرة دي هي بتمثل مصر يعني فاحنا هنشيل كلمة مصر بيقولوا المصريين بيقولوا عليها مصر احنا عايزين نعرف لو انا هكلم التوريست هقوله ان اسمها ايه فاول معلومة عندي كده احنا هنحاول نقسمها المعلومات اول معلومة عندي انه القاهرة اسمها يا اما بالعمية هقوله القاهرة زي ما انا بنطقها بالعربي يا اما هقوله بالفرنسية اسمها يا اما هترجم له ايه اسم القاهرة دي القاهرة دي جاية من يقهر بالعربي من فعل يقهر فهي قاهرة الاعداء يعني اللي بتهزم الاعداء فعشان كده بنسميها طيب ايه في البقى لغاية لما خلص الكلام وبعدين اقول لك قولي اللي انت عايزه طيب يعني المنتصرة فعشان كده اول قاهرة اللي هي بتقهر الاعداء يعني فعشان كده احنا لو التوريس تقلنا الاسم بتاعها ده جامنين جامن انها بتنتصر على الاعداء فهي اسمها بالعربي المنتصرة او قاهرة الاعداء فده اللي انا بسميه بقوله للتوريس انها دي هي ده معناها يبقى انا بالنسبة للقاهرة لها تلت اسماء لكار او القاهرة او طبعا في الاكزامام مش هيجيلي انه يقول لي هل اللي كار اسمها القاهرة ولا لا بس ممكن يجي يقول لي ان عاصمة مصر اسمها اسمها المنتصرة اه طبعا هيبقى الفراز صح فيبقى دلوقتي انا اخدت اول جملة لازم اعرف الاسمين اللي اقدر اقولهم للتوريست عن القاهرة فبقول لكار القاهرة يبقى تلت اسماء دول لازم اكون اعرفهم عن القاهرة طيب ايه تاني معلومة احنا لو قسمناهم معلومات كده هتبقى سهلة جدا بالنسبة لنا هنقول هنا اللي او لو كار عشان نخليها معلومات بقى منفصلة لو كار ايه لا كابيتال دوليجيبت وكابيتال عارفينها من الانجليش يعني عاصمة عاصمة يبقى هاجي كده عند كابيتال دوليجيبت وقول ايه عاصمة مصر وناخد بالنا عشان بعد كده لما يجي الديني اللقصر هيقول لي عاصمة مصر القديم طيب يبقى هنا لو كار الا كابيتال دوليجيبت يبقى دي تاني معلومة يبقى اول معلومة الاسماء المختلفة اللي اقدر اطلقها على مدينة القاهرة طيب تاني معلومة ان انا اقول انها هي الكابيتال دوليجيبت انها عاصمة مصر طيب تالت معلومة انا محتاجة ان اقولها جز تانا نستعم انا احاول بس نفس دي كده بي قولي تالت معلومة سا foodsion وكلة العمام يعني فبيوليشن يعني التعداد بتاع السكان اللي تقدم السكان الاسمي ايه داان بيران حوالي سا ديسات ادمي امليان سابعتاشر والنص ده عدد السكان الرسمي لمدينة القاهرة. تقريبا هيكون سبعتاشر ونص مليون نسمة. واعتقد انه دلوقتي بقى اكتر. جزء انا نستنى بس ندور على المعلومة. العدد الرسمي لانه ممكن يكون التاكست لان احنا بنجيبها منه على الموقع بتاع وزارة السيحة ممكن تكون قديمة شوية. العدد الرسمي لسكان القاهرة. بقينا واحد وعشرين مليون. اخر احصائيه في واحد وعشرين كمان خمسة وعشرين مليون. خمسة وعشرين ونص. يبقى هنغير دي كده. وهنخليها بنسان كدمي. عشان تبقى المعلومة اه اه تم تحدسها. يبقى هنقول هنغير سبعتاشر نص اللي عندنا في الكتاب وهنخليها بنسان كدمي خمسة وعشرين ونص. يبقى دلوقتي بيقول لي ان عدد السكان بتوع القاهرة. مليون خمسة وعشرين ونص. ده من السكان. طيب يبقى كده انا بقول له ان القاهرة هتكون زحمة. هو انا ليه بقول له عدد السكان? عشان اقول له ان المكان فيه قد ايه? فيبقى متوقع انه هيجي في مكان زحمة. طيب. هنا بيقول لي الكمورتين. بعد ذلك كده 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 هنشيل دول كده ولد. وهناخد كلمة غير كلمة هناخد كلمة كيرات. كيرات جاية من كلمة كار يعني القاهريين. يبقى هنقول هنا ان العدد الرسمي للسكان فيها. حوالي 25 مليون خمسة وعشرين ونص مليون. ده او ده كيرات. يا اما من السكان يا اما من القاهريين. يبقى سكان القاهرة اسمهم ايه? اسمهم كيرات. يبقى لو سألني وقال لي الابتان دي كار. طبعا هنحط الاسئلة مع بعض دلوقتي. الابتان دي كار سكان القاهرة اسمهم ايه? اسمهم كيرات. وجاية من كلمة كار والاسم سهل جدا بالنسبة لهم. هنقول تاني التلات معلومات اللي خدناهم من اول كزا ساطر. القاهرة اسمها ايه? لها اسمين القاهرة او طيب تاني معلومة. الكار الى كابيتال دولي جيب تهدي اسهل معلومة فيهم ان القاهرة هي عاصمة مصر. طيب تالت معلومة ان يعني التعداد الرسمي. ترجمها بالعربي. التعداد اوفيسيال الرسمي. ما اقدرش اقول رقم لكن لازم اقول يعني حوالي لانه ممكن يبقى اكتر. حوالي عددهم خمسة وعشرين مليون نسمة او كيرات. طيب المعلومة دي. احنا بس هنعرفها. هنعرف منها ان السكان بتوع القاهرة اسمهم كيرات. لكن مش هنحفظ اركام. اللي هيحفظ الاركام بتوع القسم. مين اللي هيحفظ الاركام? قسم مين? الارشاد. لا مش قسم الارشاد بقى المرادي. مين اللي هيحجز للتوريست المرادي? بتوع السياحة. بتوع السياحة هم المفروض يكونوا عارفين العدد بتاع المدينة. علشان لما التوريست ييجي يحجز. هيبتدوا يقولوا له خد بالك ان التعداد الرسمي للمدينة اللي انت جاي هتقعد فيها دي فانسانك مليون ادمية. لانه هيتسرع. لانه هو لو عنده هناك مدينة عددها اتنين تلاتة مليون. بالنسبة له كده الدنيا زحمة. فلو لمدينة عدد سكانها معدل خمسة وعشرين مليون ويمكن كمان لاخر تعداد نكون دخلنا في التلاتين مليون وهو هيتخض من الزحم. عشان كده هنشوف فراس بعد كده بيقول لي خد بالك لان المدينة دي فيها مشكلة كبيرة جدا اللي هي السيركولاسيان. سيركولاسيان يعني مشكلة مرور. فاحنا هناخد الفراس دي عشان كده خلتها بالاحمر لان انا هعوز منها بس ان اسم السكان هيكون زي كده. لأ مش دي. ان اسم السكان بتوعها هيكون اسموهم كيروت القاهريين. والباقي بتاع المعلومة هاخد ان انا اقول له بعد شوية لما يجي يقول لي حركة المرور فيها صعبة اقول له عشان عدد السكان فيها حوالي خمسة وعشرين مليون. فعشان كده انا عايز اول معلومتين بس. التالتة دي خلوها هنوظفها في حاجة تاني بحيث ان احنا بنحفظش حاجات كتير. يعني اول معلومة وتاني معلومة سبتين بالنسبة لنا تلت معلومة. احنا عارفنا معناها. هنستخدمها لما يجي لنا معلومة نقدر نضغط اللي اتنين مع بعض ونقول عليهم معلومة واحد. يبقى كده انا معي رقم واحد ورقم اتنين. اللي بالروش دي خلوها دلوقتي. بعد كده هيبتدي يقول لي. ساد فيل امانس. المدينة الكبيرة دي. ساعات بتبقى صعب. يعني غير محتملة. اكوز دو لسيركولاسيان امبوسيبل وبدكون حركة المرور فيها امبوسيبل. دو لابوبلاشيان. دو لابولوسيان. يعني تلووس. في تلووس وفي حركة مرور صعبة. اتريز اكتف اي ريش دي وماليقة بالحياة. واي اكتف يعني انيمي يعني فيها ناس كتير. فيها حركة كتير. اوك سينو مبرو كارتية فيها احياء كتير. ومانيما واصور. وموسكة وسوق. طيب. ما ينفعش ان انا اقول معلومة سلبية عن المدينة. لان انا لما اقوله اوقات المدينة بتكون غير محتملة بسبب السيركولاسيان بسبب المرور. وبسبب ان فيها تلووس. طبعا التلووس ده من عدم السيارات. فانا مش هقدر اقوله الكلام ده خاص. فاحنا الفراس دي هناخدها وهنشكلها بشكل مختلف خالص. بحيس ان احنا اه هندي له تنبيه ان السيركولاسيان فيها صعبة. ان المرور فيها صعب مع ان دلوقتي الطرق بقت احسن كتير جدا طبعا. بس هتدي له برده معلومة ان اخد بالك ساعاتها توقف بالعربية. يعني لان هما ما عندهمش ده. ما عندهمش موضوع ان المرور يبقى صعب او ان يبقى فيه الناس واقفة لفترة عشان تعدي يعني. اه اكد طبعا ده بيرجع تاني للكوت دولاروت لقواعد الطريق اللي عندهم اللي هما بيحترموها جدا عن عندنا يعني طيب هناخد دي كده وهنروح نعمل منها مش عايزين الفراز اللي في الكتاب هناخدها وهنعمل منها فراز جديدة هنكتبها في صفحة مية تلاتة وستين من تحت هي والجملة بتاعت ان العدد بتاع السكان بتاعها كبير هناخده ونطلع منهم جملتين ما يقولوش ان احنا عندنا مشكلة وفي نفس الوقت تيده للتوريست معلومة ان المدينة زحمة انا مش هتحك عليه لكن هقدم المعلومة بشكل افضل شوية تعالوا كده انها مدينة مهولة لا هنغيرها هقول كده هغير الجملة دي خالص واقول هي مدينة كبيرة هقول عشان يبقى بكلمات احنا عارفينها هي مدينة كبيرة 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 هي مدينة بيحاول يعمل لنا بالانجليش ده بيتعم من السكان اهو تبقل بيحاول دي مدينة كبيرة افكي اPeopleation دي attackende 6 المرور يصبح خلينا بس مش مش مستحيل يعني بيبقى صعب بس وخلاص كده. عملناها. ممكن نقول هنا. سوكيكوز برفا ساعد بيخلي المرور حركة المرور صعبة اهي خلاص غيرناها وصغرناها خاص. تعالوا بقى نشوف كده. ستون جروند فيل هي مدينة. جروند يعني كبيرة. كبيرة. وفيل يعني مدينة. بتعدد سكان. بتعدد سكان. انفيران حوالي. 25 دمي مليون دابطان. 25 مليون ساكن. سوكيكوز مما يسبب. برفوا احيانا. ان سوركلاسيون ديفيسيل حركة مرور صعبة. وقلت له احيانا. عشان لو ليه يمر الطريق وقف معي. يبقى ستون جروند فيل وقلت له السبب. ليه الحركة بتاعت المرور صعبة? علشان احنا عددنا كبير شوية. يبقى ستون جروند فيل اه هيكون عدد السكان فيها تقريبا 25 مليون سوكيكوز مما يتسبب احيانا في حركة مرور صعبة. طيب. هقول لكم دلوقتي عشان الجملة دي لو جات لنا هتجي لنا ازاي في الاجزامان بحيث انها تبقى سهلة خالص علينا لانها اصعب جملة في الدرس. طيب بعد كده عم بص تاني على الجملة بقى السهلة. بيقول لي هنا هوت سيتون فيل او لوكار القاهرة. ده ما تقلاش منه خالص ما مذكره محافظة او يا اوه. طيب يا حبيب. ومحلم الحال. انا مش قلقاني. بس عشان الناس بقى اللي مش شطرة زيك كده يا احمد هتبقى الان. القاهرة. اكتيف يا ولاد لو احنا قلنا على بني ادم اكتيف او اكتيف هيبقى يعني نشط. نشيط. طيب انا مش بقول عليها نشيطة. بقول عليها ريش دو في. يبقى اقول لوكار ايه تري ايه ريش دو في مليئة بالحياة وبقى صغرت الجملة هو. لوكار ريش دو في مليئة بالحياة اسمها بيقولوها بالعربي ايه مفعمة بالحياة. يعني اه اه انيمي يعني اسمها ايه حيوي. رب مني خليكي حبيبي انا عمال اجيب العربي من بدري. حيوية. يبقى مدينة حيوية. ابيكس ونومبرو كارتية فيها العديد من الاحياء والمونيمان والاثار والموسكي والجوامع. وهنحط كمان اجليز عشان الحي القبطي. وهنقول هنا كمان اجليز هنزود عليها. والكنائس ايه سوق? الحي الاسلامي? الحي الاسلامي والقبطي واليهودي? لا موسكي يعني جوامع واجليز يعني كنائس. السوق والاسواق. يبقى بقى عندي جملة تانية. هنروح بقى على الجملة دي اللي احنا عملناها دي ونشيلها كده. خلاص مش عايزينها. اهو. يبقى لوكار القاهرة اسمها على فيكتوريوز. اسمها المنتصرة. لوكار الى كابيتال دولي جيبت هي عاصمة مصر. لوكار ريش دوفي هي غنية بالحياة او مفعمة بالحياة او مدينة حيوية. يبقى هنقول ريش دوفي يعني حيوية. مين اللي انقذني بالعربي ده? اه انا. انت? اه مين غير احمد انقذني? كريم. صحي كده? ايه. طيب يا حبيب. اه بيقول لي هنا هوت ان لوكار اريش دوفي مفعمة بالحياة او مدينة حيوية بسبب العديد. وجود العديد من الاسوق الاحياء كارتية يعني الاحياء. وبعد كده عندي مونيما الاثار. وعندي بعد كده موسكي الجوامع. وزودنا كلمة اجليز الكنائس. المدينة بسمه مدينة الالف ما? الالف ما ما? مأزانة. مأزانة. اه. مأزانة. الاسواق. خلاص? يبقى انا كده اديت دي تالت معلومة ودي المعلومة. المرة بقالوكار اريش دوفي مدينة حيوية لان فيها العديد من الاحياء والاسار والجوامع والكنائس وسوق الاسواق. وهنقول زي سبيسيال المنخن الخليلي. يبقى ده كده اول جزء اخدناه. مين اللي صعب فيه? اللي صعب فيه فقط هي الجملة دي. خلاص? ممكن نشيلها ونخليها للاخر. الاحياء الاراقية والشعبية. ايه يا حبيب? مين يا حبيب? فيه المدينة فيه الاحياء الاراقية والشعبية. هناخد دلوقتي. متقلقش. هناخد كل اللي انت عايزه. طيب. يبقى دلوقتي الفراس دي بس اللي علمت عليها ان روج اللي هي هتبقى صعبة شوية. هنسهلها في الاسئلة ومش لازم نحفظ المعلومة بتاعتها. مفيش مشكلة ان احنا نحفظها لو هي تقيلة علينا. فممكن نستسنيها من ان احنا نحفظها. لكن هنشوف السؤال اللي هيجي عليها فقط لغيره. الصورة قطعت من عندكم? ايه يا دكتور. حد كان عامل بريزنتنج بالغلط. ايه. حد كان عامل ايه? بريزنتنج بالغلط. بريزنتنج بالغلط? بل عامل بريزنتنج بالغلط يا ايه. ما اعملش بريزنتنج بالغلط تاني. طيب الصورة موجودة عندكم? اه 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 ولا لا? بس ده ما ده ما الشاشة اللي الزيتنا مثلا مش باين. الشخص يعني ده باين. ده ما مش باين. طيب انت دلوقتي الكتاب باين قدامك يا احمد? ايه دكتور. طيب بس خلاص كده. طيب تعالوا نشوف بقى ايه بقى الموضوع اللي هنا دوت ونلخصه كده وناخد منه جملتين بس كده صغيرين. فبيقول لي هنا هوت. هي مقامة سل بار سد دو دلتا دونيل. هنعمل كده على الجانب الجنوبي من دلتا النيل. هنشيل كده. ونقول او بار. على شاطئ او على الدفا بتاعة النيل او بار دي دلتا دونيل ولا هنممكن نقول ايه او دلتا دونيل ولا تزعله نفسه. بس نصغرها خالص. موجودة على الدلتا بتاعة النيل دون الو نار دو لجيبت شمال مصر. يبقى كده المعلومة صغرة خاص. الي ستو ايه او دلتا دونيل او بار دو لجيبت في او او نار دو لجيبت على شمال مصر او في شمال مصر صغرناه. بيقول لي هنا او كار في القاهرة ستروب يوجد لبلوز امورتان ميزي الاشهر متحف ايجبسيان دو ماند مصري في العالم. يعني محدش يقدر اه يتخيل ايه اللي موجود فيه. اه هيديني بقى بعد كده معلومات تقيلة قوي. لا خلص مش عايزة غير لغاية الميزي ايجبسيان وهشيل كل الجمل اللي باقية دي. في اشهر مصري في العالم. وهقف بعد كده مش هكمل بقية الكلام التقيل اللي موجود عندي. خلاص هنقل بالصفحة في الكتاب هنلاقي مكتوب انه هي ديني بقى الاحياء اللي احمد كان عايز يعرفها لكارتي ديو كار احياء القاهرة. وهيقول لي ايه هي الاحياء بتاعة القاهرة. بيقول لي ان انا عندي اللي هي مصر القديمة موجود فيها ايه? تعالوا نبص كده. بالانجليزي المهم. اول دي كايرو. بالانجليزي اول دي كايرو. بالانجليزي. ما احياء القاهرة ونكتب ان احنا عايزين لكارتي ديو كار احياء القاهرة وخدوا بالكو عشان احنا بنتسائل فيها كتير شوية. لكارتي ديو كار أحياء القاهرة مالها بقى القاهرة القديمة اللي هي اسمها أقدر أسميها كارتيكوبت اللي هي فيها الحي القبطي هقول كده زائد ده هنكتبه بقى تحت كده تعف بقى الصفحة من تحت الاختصار اللي احنا هنعمله ده او الكلام اللي احنا هنكتبه ده زائد لكار اسلاميك بيقول لي مصر القديمة هي عبارة عن الفيوكار عبارة عن الكارتيكوبت plus الكار اسلاميك الحي الأبتي والقاهرة الإسلامية طيب مالوا بقى الفيوكار ده مالها القاهرة القديمة بيقول لي هو أقدم حي ده لابيل هنضيف كلمة كارتيه هي الحي الأقدم في مدينة القاهرة لرومان من اللي بنوه لرومان ي كانسترويزي بنو في لفورترس دو بابيلان هنشيل الكلام التقيل بس نعرفه الأول هما بيقول لنا بيقول لنا في قلعة بابيلان اللي بعد كده بقت عبارة عن مكان للأثار المسيحية واليهودية هنشيل كل الكلام التقيل ده وهنقول لرومان ي كانسترويزي لفورترس دو بابيلان وبنوا في حسن بابليون أهو بس فقط لغير عايزين بقى اتنين من الأثار بتاعة الكار إسلاميك والكار كوبت عايزين أثارين نقول إن ده بيمثل القاهرة الإسلامية عندكم جامع عمر بن العاص والقاهرة القبطية عندنا اللي هي الكنيسة الايه الكنيسة المعلقة وكنيسة مارجينجر داي يبقى ده مجامع مجامع الأديان داي مارجينجر داي داي هنقول هنا مثلا الكار كوبت الكار كوبت اللي هي القاهرة القبطية هنقول إن الأثر اللي موجود فيها ايه الإجليز سوسبندو الكنيسة المعلقة وفي الكار إسلاميك والقاهرة الإسلامية نقدر نزور مين بقى نقدر نزور لاموسكي دو عمر ابن العص يبقى أنا عندي الكارتير كوبت هنقول كده هنضف لها كلمة ونقول أو كارتير كوبت في الحي القبطي ونقول هنا كده أن في نقدر فيزيتي نزور الإجليز سسبندو أو كار إسلاميك في القاهرة الإسلامية ونعمل بردو الفصلة ونقول هنا أن في فيزيتي لاموسكي دو عمر ابن العص سو كارتير اللي بلوز انسيان هو الأدم أدم أحياء الكاهرة وي الرومان كانوا بنيين في اللي هو الحسن الروماني خلاص اللي هو اسمها قلعة بابيلون مقالة أو حسن بابليون شلتها خلص خلينا بس في المعلومات القليلة الصغيرة دي كده أهو تعالوا كده نكبر بس ده كده تكرتوا هي عدل لنا إجليز بالفرنسي طيب تاني القاهرة القديمة هي أقدم أحياء القاهرة وكارتير كبت في الحي القبطي نقدر نزور الإجليز سيسپندية كنيسة المعلقة وكارتير إسلامي في الحي الإسلامي هو أقدم حي في القاهرة يبقى أنا كده صغرت المعلومة جدا هيفضل استل عندي المشكلة في التعداد الكبير بتاع السكان اللي موجود هنا للجملة دي المكابلة اللي عندي لكن باقي الجملة كلها كويسة في حد عنده شكل معين للجملة دي بحيث أنها تصغر يقول لنا ممكن نقول إيه في سطر واحد حد عنده مكترح نصغر الجملة دي ازاي هي السؤال عليها تهلا نو هيقول لي عدد السكان فيها كبير أو لا أو خلاص طبعا فتعة داته كان كتير قوي كتير بزيادة طيب وكتير بزيادة في مشاكل مررية ومشاكل مررية نقول لهم نحن عادينا مشاكل مررية يعني نحن عايزين نقول حاجات صغيرة ها مين عنده مفترح مفترح مفتر احمد قتل المجد ايه مين عنده مفترح نصغر الجملة دي ازاي عايزين نقول ايه بالعربيين بحيث انها نخليها جملة بسيطة قلولي امنية وقاية ورحمة ورقية ورجينة سلمة عبد الرحمن كريم كريم اللي انقذنا من شوية قول تاني مريم منا محمد اي حد عنده مفترح ايه يا دكتور الجملة طويلة بس الاسألة اللي عاديك عليها تبقى سهلة اه احنا عادينا نخلي الجملة صغيرة قولي نعمل ايه كده افضل قريبا ها مين عنده مفترح ان احنا نصغرها دكتور هي طويلة بس كلمها احنا افتنية اظنش نحتاج نصغرها مش عايزاكوا تبقوا مقلقين من شكلها هي كبيرة شوي طيب هنقول بقى حاجة هنقول حاجة ان احنا كده هنبقى مطالبين نعرف المعلومات اللي كلها بالاسود دي ونخلي دي كده نطلعها في صفحة الوحدة ونقول ان بس دي هيجي عليها سؤال لكن مش مطالبين انها تكون اه معلومة معنا يعني يبقى انا كده عملنا معلومة صغيرة معلومة صغيرة معلومة صغيرة وهو وهناخد بقى المعلومة التانية نخليها في اخر صفحة بحيث ان احنا نقول ان دي هيكون بس عليها سؤال ونشوف شكل السؤال اللي عليها ممكن لما نحط شكل السؤال تظهر اهو هيجي هنا هو ودي المعلومة اللي احنا قلنا مش عايزين نحفظها ولا اي حاجة ولا ارشاد ولا سياحة ولا ضياقة احنا عايزين بس نعرف احنا هنعمل فيها ايه اهو احنا قلنا احنا لديها بي غدايمن Le Caire est une grande ville avec une population d'environ 25 millions. Bess, القاهرة هي مدينة كبيرة بتعداد سكاني ممكن يصل لـ 25 مليون. بس وخلاص كده ده السؤال اللي بيجي لي ويقول لي فري ولا فوه فهروح اقول له ان الفراس لو غير لي العدد وقال لي ان هي انها مدينة صغيرة لو جاب لي بدل دي خليها خدت جملة دي وقال لي انها عدد السكان بتاعها قليل او ان هي مدينة صغيرة اهو اقول له لا يبقى لو خلى دي هي مدينة صغيرة يبقى ساعتها هقول له لا ما ينفعش خالص الفراس كده غلط. وده بس السؤال الوحيد اللي بيجي عليها. تكبروا عشان نشوفوه اهو. يا اما بشكله الصحيح. تقريبا خمسة وعشرين مليون او ان هي تيجي ان هي مدينة صغيرة وبتحتوي خمسة وعشرين مليون لا اكيد مش هينفع يعني عشان العدد بتاع السكان كبير جدا. يبقى اه دي كده دي المعلومة اللي مطلوبة فقط. يبقى طيب الفراس بقى اللي فوق انا عايز اعرف بس معاني الكلمات اللي فيها. لانه لو السائح قال لي ان انا عندي سوركولاسيون ديفيسيل ان انا عندي حركة مرور هو بقى خليه هو يقول من نفسه ان انا عندي سوركولاسيون ديفيسيل هقول له. عشان القاهرة مدينة كبيرة. عشان عدد السكان بتاعها حوالي خمسة وعشرين مليون. يبقى انا جاهز بالمعلومة. لو هو سألني انا عارف كلمة سوركولاسيون ديفيسيل فلو هو قال لي ليه عندكم ديفيسيل انا محتاج بس ان انا عارف المعلومة لكن انا مش هعرض عليه ان السوركولاسيون ديفيسيل عندنا. انا بس هنبه ان القاهرة مدينة كبيرة عدد سكانها حوالي 215 مليون. سألني وقال لي ليه سوركولاسيون ديفيسيل هقوله. طب ما سألني انا اللي هتدينه المعلومة اه هتدينه المعلومة وقوله ان احنا عندنا حوالي خمسة وعشرين مليون عشان ما يتخطش. خلاص? يبقى انا كده مطلوب مني المعلومة الاولى التانية التالتة الرابعة المعلومة الخامسة انا محتاج منها الجملة دي فقط. وقلنا شكلها هيكون ايه في الامتحاني? اما في ري وفو. لو سبت كلمة زي ما هي اوكي لو غيرتها وخليتها هتبقى الجملة غلط. اهو. ونعلم كمان عن اللي ممكن نغيره في جملة. نرجع تاني على المعلومات اللي خدناها في القاهرة. المعلومات اللي خدناها في القاهرة ان القاهرة لها اسمين? او تلاتة الاسم المعتاد للفرنسوين اللي هي لو كار اللي هي القاهرة. طيب ممكن اقولها لو بالمصري احنا هنا بنقولها او باللغة العربية بنقول عليها القاهرة. يعني ايه كلمة القاهرة وجات منين? جات من ان كانوا بيسموها اللي هي المنتصرة. طيب لو كار الى كابيتال دو ليجيبت ودي اسهل معلومة فيهم انها عاصمة مصر طيب مدينة حيوية موجود فيها العديد من الاحياء والمانيما والموسكي والاجليز والسوق طيب اللي موجود تاني موجودة او دلتا او سيول دلتا احسن على الدلتا على الدلتا في شمال مصر ان احنا عندنا اشهر متحف في العالم الكارتير اللي موجودة عندنا عندي دي كارتير بسميهم هما اللي اتنين مع بعض القاهرة القديمة القاهرة القديمة دي الفيو كار ملاء كارتير كبت وكارتير اسلاميك اللي هو الحي القبطي والحي الاسلامي او بسميه كارتير كبت الحي القبطي وكار اسلاميك والقاهرة الاسلامية ايه اكتر معلم سياحي بيميز لي الحي الابتي هي الاجليز تسباندو الكنيسة المعلقة ايه اكتر حاجة بتميز لي الكار اسلاميك الكاهرة الاسلامية الموسكي ده عمر بن العاص طيب الكارتير دوت الحي الابتي ده او الحي القديم ده او الفيو كار او القاهرة هي الحي الاقدم دولافيل الحي الاقدم في البلد يبقى دي المعلومات اللي مطلوبة مني ادي واحد معلومة اتنين تلاتة اربعة خمس دول خمس معلومات مطلوبين مني طب المعلومة الاخيرة اللي هي الكبيرة دي انا عايز اعرف منها السؤال فقط وابقى عارفه حافظ السؤال ده كويس جدا عشان لو التوريس تسألني ليه انتو زحمة ليه المرور صعب اقول له علشان احنا مدينة كبيرة وعدد سكانها يقارب ال 25 مليون او حوالي 25 مليون طيب كده المفروض اللي موجود عندنا في الليفر خلص بس احنا عايزين نستفيد بقى بمعلومات من هنا ايه بقى اخدنا خلاص اللي هي الاحياء قلنا ان احنا عندنا دو كارتي عندنا اتنين من الاحياء اللي هو كارتي كابت وكارتي اسلاميك طيب عايزين نشوف بقى اللي موجودة في القاهرة الموسكي اللي موجودة في القاهرة الايجليز اللي موجودة في القاهرة ايه السوق خلاص خدنا الموسكي وخدنا الايجليز خدنا اجزامبل على الموسكي اللي هو لاموسكي دو عمر بن العاص خدنا اجزامبل على الايجليز اللي هي الايجليز فاضل مين فاضل عندي المانيمان والسوق المانيمان والسوق اللي هي أشهر معلمين موجودين في القاهرة لا سيتادال سيتادال دي مين بتاعت مين سيتادال دي سلاح الدين سلاح الدين قال صلاح الدين أيوبي قال أيوبي ولا تزعى النفس لا سيتادال دي سلاح الدين الأيوبي وعندي لاتور دي كير بورج مين القاهرة بورج القاهرة جزرت الزمالك والله انت عندك معلومات جميلة يا أحمد الحقيقة في جزرت الزمالك دي ما حتى دمترو الأوبرا في در الأوبرا المصرية أيها هي في در الأوبرا المصرية طيب يبقى خدوا بالكو الأوبرا المصرية دي هنقلها في حاجة لا سيتادال قويس إنك فكرتني هيقتلوك دلوقت لا سيتادال دي صلاح الدين الأيوبي ولا تور دي كير يبقى السيتادال دي من الأصار السيتادال والتور مين مدرن ومين أنسيان؟ مين أديم ومين حديث؟ السيتادال الأديمة والملك الحديث؟ طيب يبقى السيتادال هقول عليها أنسيان؟ أديمة؟ والاتور دي كير هقول عليه مدرن؟ وأحمد قال لنا مين لوبرا؟ هقول عليها مدرن ولا أنسيان؟ يبقى أنا كده قلت له على مكانين مكان أديم ثلاث أماكن مكان أديم ومكانين مبنيين حديثاً المدرن اللي هي لطور دي كير ولوبرا والأديم لستادال دو صلاح الدين مين دول بقى؟ دول موني مون دي كير أسوار القاهرة طيب السوق بقى السوق سهل جداً اللي هو مين أشهر السوق عندنا؟ خلي خليل طيب هل عندنا أسواق تانية؟ فيه العتبة والمفكي والوكالة ده أسر من أن تأصل أسواق التجارية في القاهرة أسر أسواق التجارية هتودي التوريسة الوكالة يا أحمد عشان يموتونا؟ هنروحة الوكالة قبل كده أصلاً خان هنروحة الوكالة قبل كده خان الخليلي؟ هنر حبيبي خان الخليلي ومين آخر؟ الحسين كنت يسم 93 خطو أسماء وأسسوريات يا دكتور طيب خان الخليلي والحسين اللي اتنين اقدر قلقى فيهم حاجات اشتريها اشهر حاجة هو خان الخليلي يبقى احنا كده خدنا المفروض كل حاجة موجودة هنا يبقى اقول لي سوق ديوكار فور اشتدي سوفينير وهنعمل كده بنقصين ونقول فور اشتدي سوفينير علشان يقدروا يشتروا سوفينير فور اشتدي سوفينير علشان يقدروا يشتروا سوفينير وسوفينير يعني هدايات سكرية هدايات سكرية طيب هشتري منين هشتري من خان الخليلي او من الحسين طيب قال لي هنا المونيمون ديوكار لسيتادلد صلاح الدين ولاتور ديوكار ولوبيرا خدوا بالكم كمان ان احنا هنا محتاجين نحط مع جامع عمر بن العاص من اشهر الجوامع اللي موجودة في القاهرة الاسلامية مين مش بس مش بس كده فافريقيا كلها اه اشهر جامع فافريقيا كلها اه مين تاني المفروض الازهر بس احنا مش قادرين نحطه هنا علشان انا بتكلم على الحي القديم اللي هي القاهرة القديمة لان الازهر مش موجود فيها ومش عايزين نحطه طبعا مع الاصف جامع الحسين وخلي الخليل طيب طيب ربنا يخليك حبيبي طيب خلاص بقى كده نرجع نبص احنا عملنا ايه من الاول للاخر تعالوا بقى ها من اول صفحة قلنا اسماء القاهرة وقلنا انها عاصمة مصر جينا في الصفحة اللي بعدها وصفناها وقلنا انها مدينة مليئة بالحياة فيها العديد من الاحياء والاصار والكنائس والاصواق وخدنا اجزومبل على كل حاجة فيها طيب بعد كده روحنا قلنا انه هي موجودة في منشأة على الدلتة او موجودة مقامة على الدلتة في شمال مصر وانها موجود فيها اهم متحف في العالم طيب قلنا ان ان ايه الاحياء بتاعتها? الاحياء بتاعتها عندنا كارتيه كابت الحي القبطي والكار اسلاميك او اقدر اقول عليها كار اسلاميك القاهرة الاسلامية او كارتيه اسلامي او الحيالاسلامي كون في فيزيتي المسكده عمر بن العاص طيب الكارتي ده هو اقدم كارتيه اقدم حي موجود في القاهرة طيب المونيمان ايه هي الاصار اللي عندنا انظورها هستتادال وطور ديوكار واوبيرا وقلنا انه سيتادال انسيان يعني قديمة لكن تور ديوكير مودرن والاوبيرا مودرن طيب السوق اللي هقدر اروح اشتري منها حاجات هي خان الخليلي والحسين المعلومة الاخيرة اللي هي كانت كبيرة قلنا المفروضة باعرف منها جملة واحدة بس ان هي مدينة كبيرة اذاك انه وفيها عدد سكان كبير حوالي 25 مليون ويبقى كده اللصن بتاعنا خلص واي حاجة بقى ممكن تجيلي ممكن تجيلي مثلا تعالوا نعمل كده مع بعض ونشوفه سهل ايه كده ولا هيطلع شكله ايه علشان دي المعلومات لما بشوفها بتخط لو قلنا هنكتب خان الخليلي هنكتب ب ايجليز سوسباندو هنكتب ثوى اه عمر ابن ولا موسكي لا موسكي ونشيل هنا كلمة اهو سيشبان دلمو علاقة بس. لاموسكي. وهنمشي يعبرايه. وما لمسرش لنا القليل. وآدي دي. نقول هنا. تور. هنقول هنا. دي كتب ثلاثة ليه? بدل سي. تعالوا بقى نشوف كده لو حطينا هنقول اول واحدة. حاولوا بقى تحلوا عبل ما نخلص كتابه. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. قلصنا كده. تعالوا نكبر بقى دي كده ونبص مع بعض. لو جاء قال لي والله انا اجيب لك الجمل كلها دلوقتي على مدينة القاهرة. طيب ما لها بقى مدينة القاهرة? بيقول لي. حطي لي اربع اختيارات فوق. وقال لي. اه الاختيارات اللي قدامك دي. خاني سوق. عايزة بقى حد يرفع ايده كده عشان يترجم لنا ويقول لنا ايه اللي مكتوب. وتقولوا لي كده سهل التاكست ولا صعب? سلمة. انا. سلمة. اه من فوق اشتادي سوق الخاني الخليلي. حلو جدا. يبقى اول ما شفت كلمة سوق حتتطلعها ايه? حتتطلعني مرؤة بتاعة خاني الخليلي. يبقى اول ما شفت كلمة سوق عرفت ان انا بتكلم على سوق مفيش حاجة في اللي فوق دولها سوق غير خاني الخليلي. طيب رقم اتنين محمد خالد ايه الازهر? لا هو الجامعة. اسمه لموسكيه لازهر يبقى هاخد رقم س علشان اقول ان انا الموسكيه الازهر. طيب غير لي موسكيه الازهر وخليها لي عمره بن العص اوكيه خليها لي موسكيه الحسين. اخد بالي ان انا هنا اما هاستخدم سوق اما هاستخدم موسكيه. لكن السوق خلاص استخدمت لها خاني الخليلي. يبقى على طول هياخد الحسين هنا مش كمنطقة لا كمسجد يبقى حط هنا لموسكي دو الازهر او موسكي خاني خاني موسكي اه اه عمر بن العاص او موسكي الحسين لتوريست بو فيزيتي امنية لتوريست بو فيزيتي ليجليز هيزور الكنيسة الايه المعلقة اللي هي رقم بي اسمها اي بقى انا عايزها رقم بي دي معزورة في اسمها جدا سوسبان دي اسمها غريب شوي بس تلاطيف يعني سوسبان دي اجليز سوسبان دي احمد عبد الناصر هيقول لنا لا ايه دو كار اوفر انفو بانوراميك دولافيل اللي بيقدم لي رؤية بانورامية للمدينة يعني هاطلع فوق واشوف ان هو بيقديني رؤية بانورامية للمدينة اللي هو لا لا ايه دو كار لا 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 لي هاه؟ لي اada لي بانوراما واه اة ات بانورامية لا 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 يعني برك haya اطلع跟 انفو بانوراميك وانا لا لا الا اوفر انفو بانوراميك لو احنا عملناها كده بقيت تهلة ولا بقيت صعبة؟ لا سألت صعبة طيب يبقى دلوقتي لو احنا خدنا أسامي الجزء دوت كده اللي احنا عملناه وقلنا احنا عندنا مونيمان عندنا سيتادال وعندنا تور ديوكار وعندنا أوبيرا طيب جالي مثلا في سؤال صح وغلق وقال لي الأوبيرا الأوبيرا إبارمي لمونيمان أنسين ديوكار من ضمن الأثار القديمة بتاعت الكاهرة لا أصحاب kinds هاي بقى غلط طيب ألي الأوبيرا إبارمي لمونيمان مودzać من ضمن الأثار الحديثة هيب هيقول miloff طيب لو انا قلت إن الأوبيرا من المونيمان أنسين بتبقى غلط طيب احنا كما هي من المونيمان مودارن يبقى صح طيب لاتور ديكار بورج القاهرة يبقى من الأسعار القديمة هقوله لأ هو من المونيمون مودرن لو جبها لي مودرن تبقى صح غيرها بانسين هتبقى قديم طيب يبقى غلط لو جالي لسيتادل دو صلاح الدين قال لي ان السيتادل دي مودرن مبنية حديثا يبقى لأ هقوله غلط طيب قال لي انها انسين هتبقى صح ايه رحمة رحمة رفع ديهم رحمة هاشم عايزة حاجة يا رحمة طيب نزل ايد رحمة طيب بعد كده عندي مثلا يبقى الجزئية دي هيسألني فيها اذا كان المونيمون ده مودرن ولا انسين يبقى اقول كده انسين مونيمون ولا مونيمون مودرن ولا من الأسار الحديثة طيب المنطقة دي لو سألني ايه اسماء السوق اللي عندنا هنخليها خان الخليلي طيب هنا عشان ما تلخبطش في الحسين كمزجد و كمنطقة هقول هنا لاريجيون لاريجيون يعني المنطقة بتاعة الحسين هكتب المنطقة الحسين عشان ما تلخبطش بينها كمزجد لاريجيون لاريجيون دو حسين منطقة الحسين طيب لو سألني هنا قال لي ايه السوق ايه السوق اللي موجودة خان الخليلي او لاريجيون دو حسين او منطقة الحسين طيب نيجي للصفحة دي ها هيقول لي لاموسكي دو عمر بن العاص ايه parmi لاموني منطقة كارتية إسلامية من الاسور بتاعة الحي الاسلامي صح لاريجيز سcommdu كنيسة المعلقة ايه parmi لاموني منطقة كارتية كابت من ضمن الاسور بتاعة كارتية كابت ايوه طيب الكارتية كابت والكارتية إسلامية البرزانسية كارتية دولا في اللي هما اقدم احياء القاهرة ايوه صح طيب جاي هنا قال لي الكار ستوفب موجودة جنوب مصر غلط في الشرق في الغرب غلط يبقى أن أحافظ أن أحفظ أن هي موجودة في النار في الشمال عشان لو غير لي الاتجاه وجاب لي أست وواست سيد تبقى غلط طيب قال لي أن هي عندي أهم مدحف في العالم أيوان عندي أهم مدحف في العالم المدحف المصري طيب ولنفرض يا أولاد أنه جاب لي هنا كلمة نوفو نوفو يعني جديد لنوفو ميزيجيبسيان هيبقى موجود في القاهرة المدحف المصري الجديد موجود في القاهرة لا لا غلط موجود في جديدة يبقى لو جاب لي هنا كلمة نوفو يبقى غلط لو ما جاب ليش كلمة نوفو لو ما جاب ليش كلمة جديد يبقى الجملة صح يبقى اوكير ستروف نوفو ميزي ايجيبسيان غلط تعالوا نحطها مع الجمل اللي هنا علشان برضو نبقى عارفينها هنقول هنا اوكير ستروف ميزي او ميزي ايجيبسيان الجملة دي صحة ولا غلط المتحف المصري الكبير فري ولا فو فري 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 تعالوا بقى ناخد الجملة ونغيرها وهنقول اوكير اهو هاخد نفس الفرازة هي زي ما هي واقول اوكير ستروف لأغير كلمة جرام بكلمة نوفو ميزي ايجيبسيان المتحف المصري الجديد هينها هقول انها فو ايه اللي خلاني عملتها غلط علشان هنا قال لي لونوفو يعني الجديد والمتحف المصري الجديد دوت موجود في الجيزة مش موجود في القاهرة يبقى كل الاسئلة دي متوقعة على مدينة القاهرة وكير ستروف لنوفو ميزي ايجيبسيان موجود المتحف المصري الكبير لكن لا دانه قدام الاهرامات اه يا حبيبي قدام الاهرامات طبعا عازمك تعلم عايي طيب مين عايز يسأل في حاجة في اللي اخدنا دلوقتي قبل ما نتعود نقرأهم ازاي يا ولاد دكتور الشاشة مش باينة رقية ده من بدري او يا رقية ايه حد الشاشة عنده مش باينة يا ولاد لا يا ده زهرة طيب زهرة طيب مين عايز يسأل في ايه قبل لما نبتدي نقرأ انا قول ايه سيدة بتصراح دين الايوبي مال مال وصلاح الدين الايوبي ام اه موجود موسكي ايه تاني اولاد جوه الالعب موسكي محمد علي سلطان حسن الرفاعي اه انا عرف بس جوه الالعب في مسجد محمد علي مين عارف ايه مساجد تاني جوه الالعب موسكي 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 محمد علي كلا لا 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 لااا انا طيب لا احنا عايزين لجوه الالعب بنسلك時間 لجوه القلعب اه موسكي محمد علي طيب خلاص انت كده سألت حد تاني غر احمد عايز يسأل في حاجة مين عايز يسأل في حاجة من اللي اخدنا يا ولاسكي لا يا دكتور تمام. انا بحاول بس نجيب نخليه اختر فرانسي. او مش حطت الفرانسي في خزبانه اصلا. مش هعمل لنا فرانسي خالص. طيب انا بقى تصرف فيها بعد كده. انا مش عايزة بالانجليش خالص. حضرتك شكرا. انا بقى تعاملها مع الجهاز بعدين ونشوف. طيب بصوا بقى. تاني عايزين بقى نقرأ المعلومات اللي موجودة. القاهرة. هنقول هنا عشان نخليها جملة. هنقول القاهرة اسمها. القاهرة او لا викتوريوز او المنتصر. ها منا يعرفي روها با. فيكتوريوز. فيكتوريوز. الكار سابل القاهرة او لا викتوريوز. سلم. سلم. حضرت. الكار سابل القاهرة او لا викتوريوز. الكار سابل القاهرة او لا викتوريوز. كار سابل القاهرة او لا викتوريوز. كار سابل القاهرة او لا викتوريوز. محمد هيقول لنا أول جملة لكار سابل القاهرة و لا فيكتوريز 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 عارفين كلمة فيكتور اللي كان في ناس بيسموهم فيكتور كده بس في مصر هنا يقولوا فيكتور فيكتور يعني المنتصر فيكتور طيب لكار سابل القاهرة و لا فيكتوريز من يقول لنا لها اللي بعدها الو كار قيمت HAS لكار ألا كبيتال دل إيجيبت هل يقول لنا لها اللي بعدها راح مقولل يا حبيبتي لا بيك لا 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 انت رحاثين الو كار إلا كأبيتال دل إيجيبت الو بيك إلا كبيتال دل Pro Blarus راح فين لو كير يا مام بتجيبي جملة منين انت لو كير روحتي فين يا راح لو كير حبيبتي حبيبتي ايه دي كده نمشي معا واحدة واحدة لو كير لو كير ايه ايه لا كابيتال لا كابيتال لا كابيتال دي لجيبت دي لجيبت ها قوليها بعضها ري كبل ري كابيتال دي لجيبت لي كير راح فين? انت لو كير مزع عاك من اول ما بتديتي لو كير الاء كابيتال دي لجيبت عبد الرحمن عايز يقول لنا ايه اقوله جملة ثانية قولي يا حبيبتي لو كير الاء كابيتال دل لجيبت بس ايه هي اللي عايزة تتزبت والبقية كله صح? دي اسمها ايه? ايه. اول جملة يا ايه. ايه. يا ايه. فيش ايه. خلاص. ها? تعالوا نبص كده على الجملة التانية. دي انا اللي هقولها بقى. وكروف هي legمتيجة. وكروف هي الذراي سباد جاوي嫩؟ وكروف هي زراحية ياريش دي. يعني فهنا هاي؟ وكروف هي لهم ليم study. وكروف هي ثابية ياريش دي. avec ses nombreux quartiers monuments mosquées églises et souq elle est située دولالهنا تعاول نقوله مبقا مع بعض elle est située elle est située sur le delta du nil delta نفس نطre delta بس الهب تبقى طويلا شوي elle est située sur le delta du nil au bord au nord de l'Egypte au nord de l'Egypte au nord de l'Egypte au Caire se trouve le plus important musée égyptien du monde au Caire se trouve le plus important musée égyptien du monde مين الله يزيقون لين جزيلا ولي والمیر السنة الجزيقون لین موسيقى 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 هياة موسيقى 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 لما مرتزي بين حرفين متحركين تمام آه برافو هاي طيب هقولهم أنا بقى كلهم يا أولاد على بعض عشان نشاهد فإحنا نفضل لنا وقت قديم من محاضرتنا إحنا قربنا نخلص خالص عايزة أقولهم لكم أنا بقى الجزء ده تعالوا كده نشوف كده نقول كله مع بعضه والقارة أو كayer كار؟ הכ اسلام القارة 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 Le Caire est la capitale de l'Egypte. Le Caire est riche de vie avec ses nombreux quartiers. Monuments, mosquées, églises et souques. Le Caire est riche de vie avec ses nombreux quartiers, monuments, mosquées, églises et souques. Elle est située sur le delta du Nil, au nord de l'Egypte. Au Caire se trouve le plus important musée égyptien au monde. Les quartiers du Caire Le vieux Caire Au quartier copte, on peut visiter l'église suspendue. Au quartier copte, on peut visiter l'église suspendue. Au Caire islamique, on peut visiter la mosquée du Amr ibn al-As. Ce quartier est le plus ancien quartier de la ville. Les monuments du Caire La citadelle du Salah al-Din al-Ayoubi La tour du Caire, l'Opéra La citadelle du Salah al-Din La tour du Caire, l'Opéra Les souques du Caire La région du Caire La région du Hossein C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon حد عايز يسأل في حاجة يا ولاد في اللي اخدنا النهاردة? موسكيعم عمر بن عاص? نعم. هم تب تقرأ? لا استنى يا احمد انا مش عايزة تقرأ. مش عايزة تقرأ انا عايزة حد يسأل ليه في المايك? ها مين عايز يسأل في حاجة امنية وقاية? رحمة ركاية عبد الرحمن كريم فيفيان مريم منا ها حد عايزة يسأل في حاجة يا ولاد? ها بفيان كانت هتسأل ورجلت في كلام. حد عايز يسأل في اي حاجة? هسيب لكم الدوكيمون دي قتى الشيء مع مع المحاضرة ان شاء الله. في حد عايز يسأل في اي حاجة? خلاص? طيب. تمام. عندنا صفحة مية تلاتة وستين مية اربعة وستين. تقدروا صفحة مية اربعة وستين من تحت تكتبوا الاسئلة. واللي انتم عايزين وبقى اللي احنا لخصناه سواء كانت الاجزامبل ده اول حاجة اللي موجودة. تقدروا تكتبوها في المكان بتاع الصفحة مية تلاتة وستين. احنا عارفنا ان احنا شلنا جزء من التاكست من تحت. قلنا مش عايزينه. بعد الميوزيق جيبسين. شلنا اه اخر سطرين. وقلنا ان احنا مش عايزينه. طيب. لو احنا رجعنا على اللصان بتاع الكسندري وشوفنا ايه اللي موجود فيه. هنلاقي ان المشترط ما بين القاهرة وما بين اسكندرية هي لا سيتادال هي القلعة. مفيش حاجة في الاثار تانية ممكن تكون مشتركة معيها. طيب يبقى خد بالي كويس جدا ان القلعة اللي موجودة في اسكندرية اسمها سيتادال دو قيد باي. وان القلعة اللي موجودة في القاهرة اسمها يا اما سيتادال دو كار يا اما سيتادال دو صلاح الدين. تاني علشان لو جاء اغير لي اسم السيتادال وفق مع المحافظة. يعني قال لي قايد باي في القاهرة وصلاح الدين في اسكندرية يبقى واخد بالي كويس جدا من اللي بتكلم فيه. طيب الميوزيق جيبسيان برضو كلمة ميوزيق مشتركة ما بين القاهرة وما بين اسكندرية. لكن المتاحف اللي موجودة في اسكندرية المتحف اللي احنا اخدناه اللي هو اليوناني الروماني. وده مش موجود عندي في القاهرة. اللي موجود عندي في القاهرة او النوفو ميوزيق جيبسيان يعملوا نوفو ميوزيق جيبسيان يعملوا المتحف المصري الجديد. فما تلخبطش لو جاء مثلا جاب لي الاسار وقال لي الكلام ده موجود في محافظة ايه? نعم في الجيزة. طيب ما تفتحش المايك تاني يا احمد لغاية ما خالص. يبقى دلوقتي لو جاء قال لي مثلا قل لي الاسار دي موجودة فين? وقال لي اه لاموسكيد وعمر ابن العاص. قال لي اه يبقى الاتنين دول موجودين في القاهرة. طيب قال لي اه اه لفورتراس او لفار دقايت باي او لسيتادل دقايت باي يبقى في اسكندرية. قال لي الميوزيق جريكو رومان في اسكندرية. الميوزيق ايجبسيان في القاهرة. يبقى وارد جدا اني بعد ما اخد كزا محافظة هاخد الجيزة تاني وحاخد اسوان. وهبتدي ان انا اجيب اربع اثار. واجيب فوق المحافظات. او العكس فوق اربع اثار وتحت المحافظات. في اسكندرية نقدر نزور الميوزيق ايه? في القاهرة نقدر نزور الميوزيق ايه? ويكون فوق مكتوب ايجبسيا ومكتوب جريكو رومان فنبقى عارفين مين موجود في اسكندرية ومين موجود في القاهرة. لكن الى الان احنا اخدنا اسئلة على كل اه اه مدينة من المدن اللي احنا اخدناها. اخدنا اسئلة على الالكسندري اخدنا اسئلة على القاهرة. ممكن بعد ما نخلص الشابيتر ده ناخد بقى اسئلة عامة. المونيمون ده موجود فين? والمونيمون ده موجود فين? لو السائح بيحب الاثار القديمة اكتر او الاثار الرومانية يبقى انا هاخده على مدينة اسكندرية. طب بيحب الاثار الفرعونية يبقى انا هاخده ووديه منطقة الجيزة. طب بيحب الاثار القبطية والاسلامية يبقى هوات دي القاهرة. يبقى ده برضو ممكن يبقى سؤال عام لما نيجي نتكلم على المحافظات. فالغاية لما نخلصهم بعد اذنوك وذكروا كل محاضرة لوحدها علشان اه تبقى سهلة بالنسبة لنا ونبقى مخلصين كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. وبعد كده ما نتلخبطش لو جاء سألني على كل حاجة لوحدة. ان شاء الله اشوفكم على خير في المحاضرة واي حد مش فاهم اي حاجة بعدا ما يذاكر. او الناس اللي احمد استنى من فضلك. الناس اللي هتسمع المحاضرة اللي هتسمعها مسجلة بعد اذنوك ولو في اي حاجة مش فاهمنا قولي ولي انا عادة في المحاضرة. قولي احمد اللي انت عايزه حبيب. بسم ذكر محافظ كل اوية دكتور. انت شاطر جدا بس في ناس مش شاطرة زيك. خلاص? يلا بونجورني حبيبي وتعبتوكم معي. بونجورني. بونجورني دكتور.